الأصدقاء الأزاء السلام عليكم ما هو معنى الموت ومعنى الوجود في فلسفة هايجر سعى هايجر في مؤلفه الرئيسي الوجود الزمان الذي صدر عام 1927 إلى دراسة مشكلة معنى الوجود في جميع أبعادها دراسة وافية وكانت هذه المشكلة مهملة فترة طويلة هايجر وجد أن مفهول وجود هو من أشد المفاهيم غموب واستغلال رغم أننا جميعا نشترك بالإحساس بهذا الوجود سواء دهر مع أنفسنا أو من سبار إدراكنا لهذا الوجود إدراك عادة الوجود بالنسبة لهايجر معناه لا يترادف مع الكائن الكوني المشخص بل إنه هو الطبيعة التي يتعين بها الكائن من حيث هو كائن أي أن الوجود هو الكائن ضمن الوجود ويتحدد ضمنه عملية لا يمكن أن تنفصل كما نتصور ونتخيل وهذا سنشرحها مع تقدم الشرح لذا فأن فهم مشكلة معنى الوجود فهما متعمقا يقتضي منا المبادرة بمحاولة فهم الكائن المشخص في ذاته لماذا؟ لأن دراسة الكائن المشخص هي أقرب إلى متناول أيدينا من دراسة الوجود في معناه الشامل كما أن الدراسة الشاملة للوجود هي دراسة قد ترضي فهم الكائن المشخص المتمثل في كل واحد منا وجد هايجا في الوجود البشري أفضل من يستطيع التصدي لمشكلة الوجود لأن الموجود البشري يملك القدرة أو الفكر الذي هو علاقة تقوم بين ذات حرة لا زمانية وموضوع مجهول تحاول أن تنفذ إلى سره بهذا فأننا لا نفهم الوجود العام إلا عن طريق وجودنا وفي صميم ذواك بهذا المعنى يمكن أن نقول بأن فلسفة الوجود عند هايجا تبدأ من وجودنا نفسه هايجا كان يهدف إلى إنشاء فلسفة الوجود قائمة على أساس تحليل واقعي لهذا الوجود الفردي خاصة كمنطبق لتكويل نظرية بعد ذلك عن الوجود بشكل عام مما أنه يقول بأنه لا يوجد إلا موجود واحد هو الموجود البشري بإمكانه أن يسأل نفسه عن هذا الوجود لهذا فممكن عن طريق التفكير بالذات يقدر الإنسان أن يفهم أو يتوصل إلى معنى الوجود بشكل عام هذا حسب رأيه هايجا التحليل الإنساني بالتالي للوجود البشري يبدأ من الذات الإنسانية نفسه وحتى لو أخطأت ما دام الخطأ هو حال من حالات وجودها الحقيقة فلابد إذن أن نبدأ من حياتنا اليومية ولا أن نباري بعد ذلك إلا إلى التمييز بين ما تحتوي في داخلنا من وجود حق أو من وجود زعف بهذا المعنى تركيب الوجود البشري هو الذي ينبغي أن يوضع موضع التسائل فعلينا بالتالي أن نتساءل مثلا ما هذا الوجود ما هو هذا الوجود أي معنى ما هذه الذات من حيث انغماسها في الحياة اليومية إحنا عادة ككائنات بشري نعزو أو نحيل صدرة الوجود إلى كل ما هو موجود لكن هناك معاني مختلفة للموجودات فمن أي موجود علينا أن نحاول استخلاص هذه المعاني هيجر يؤكد هنا أننا نملك في الوجود الذي نمثله نحن أنفسنا وهو الوجود الذي يسميه الوجود البشري وهذا نملك من خلال فهم سابق على التفلسط وواضح هو من تلقاء ذات الوجود وهذا الفهم الوجود هو اللوب من الوجود وهو قلب النظرية الفلسفية عن الوجود أعرف هذه العبارات غامضة كثيرا لكن أصابركم علينا ونتواصل قليلا ونفك اشتباكاتنا من هنا سأقول الوجود الإنساني أو اسلوب الإنساني لوجود فرض متعين وواعي بذلك هو اللي يتعين أن يوجه إليه السؤال عن معنى وجود صعوبة هذا السؤال تكمل في ميلنا لفهم وجودنا من خلال وجود ينتمي إلينا بأتبارنا موجودين في هذا العالم باستمرار من هنا علينا أن نتحمل العناء المتمثل في أن وجودنا ينبغي أن ينكشف على نعو ما هو عليه في ذاته وعندما يقول هايجر أن الإنسان موجود في العالم فهذا ليس معنى أنه موجود وجود مكاني في العالم مثل ما يوجد الكرسي في غرفة أو طاولة قريبة من عندك أو على طريقة عود كبريت في علبة الكبريت أو مثلا مثل ما يوجد القميص في دلاب الملابس مثلا إذا وجدنا القميص في دلاب الملابس يعني ما راح يمكن الإنسان يتحدث عن وجود إنما يتحدث عن أشياء هي موجودة هناك وهذه المسألة تختلف هي بداتها مائل عالم هذا القميص الموجود في الخزانة مائل عالم أما ما يقصد بالوجود في العالم بالنسبة لوجود الإنساني فهذا وجود شخصي وفريد وهو الأنماط المختلفة من وجود مثل ماذا مثل الصنع يعني نصنع شيء ما أو نقوم بشيء ما أو ننفذ عمل ما إلى آخرين بحيث عندما تؤدى هذه الأعمال بحيث توجد بين الإنسان وبين العالم دائما علاقة وثيقة أو رابطة عميقة تجعل من المستحيل أن نتصور إنسان بدون عالم أو عالم بدون إنسان حتى توضح الموضوع أكثر يقول ما يوجد إلا موجود واحد هو الموجود البشري وهذا هو واحد الذي يسأل نفسه عن وجوده ومن خلال التفكير بالذات سيقدر الإنسان يتوصل إلى معنى الوجود بصورة عامة من هنا يقول أن حتى نحل الوجود البشري لابد من أين نبدأ؟ لابد أن نبدأ من ذات الإنسان نفسه لكن الذي نهتم به فقط أنه فقط نميز بين ما هو وجود زائف وبين ما هو وجود حقيقي وهذا سنوضحه من هنا تركيب الوجود البشري هو الذي يجب أن نضع موضع التساعد كيف نفعل هذا؟ أولا نتساعد ما هو هذا الموجود ما هو هذا الموجود؟ ما هو هذا الموجود؟ ما هو ذات الموجود الذي يجب أن نغمسون بها في حياتنا اليومية؟ يبدو أن نمنح صفة الوجود بكل ما هو موجود المشكلة هو أننا نمنح معاني لمختلف الموجودات ليس موجودات محددة كل شيء لدينا معاني مختلفة ليس معنا واحد فعليه لا بد أن نعرف عن أي موجودة يجب أن نستخلص هذه المعاني هاي جاري يقول نحن نستطيع أن نملك بينا طبيعتنا البشرية ونملك وجودنا نفسه ونملك فهم سابق على التفلشة يعني لا نحتاج أن نكتشف هذا الموجود لأنه موجود طبيعي هذا الفهم للوجود بالتالي هو اللب علم الوجود أو الأنطولوجيا وهو قلب النظرية الفلسفية عن الوجود أعتقد شوية أوضح صارت من هنا الوجود الإنسان أو أسلوب الإنسان لوجود هذا الإنسان أو الفرد المتعين الواعي بذاته هو اللي لازم نوجه للسؤال عن معاني الوجود الصعوبة وين تكمل؟ نحن نميل دائما لفهم وجودنا من خلال وجود ينتمي إلينا باعتبارنا موجودين في العالم بالاستمرار هنا نحن نحاول نفهم وجودنا من خلال وجود آخر نحاول نحاول نكتشف وجودنا مثل ما هو عليه في ذاته مثلا عندما يقول هي هيجر أن الإنسان موجود في العالم وهذا ما يعني بأنه موجود وجود في مكان محدد مثل ما وجود الكرسي هذا ما صار واضح أن الإنسان لا يستطيع أو ذات الإنسان لا يستطيع أن يفكر بنفسه إلا وهو مرتبط بالعالم كما قلنا هو موجود بالعالم لكن هو موجود العالم وجود مع الوجود يعني هو ضمن الوجود بالكاملة عملية مترابطة هذه الجرنة ميز علاقة الإنسان بالأشياء الخارجية والعالم تنييز جوهر بحيث لا تصبح هذه الألاقة مشابهة لعلاقة باقي الموجودات غير البشرية يعني الأشياء مع بعض البعض أو مع العالم وهذه الألاقة الشيئية غير الإنسانية هي التي تأتي نتيجة فقدان الشعور والوعي بالذات علاقة الإنسان مع الوجود تختلف على علاقة الأشياء بالوجود النفس لكن المشكلة هو أن الإنسان أحيانا كثير من أحيانا ينحدر إلى مستوى أن يكون هو من مستوى الأشياء أو الشيئية متى عندما لا يكون واقي تماما بذاته خاصة عندما يعيش مع الآخرين هذا يجب عندما يتحدث مثلا عن الجماهير أو الناس وهو يقصد بأن هذه القوة لديها قدرة على أن تسلب الذات شعورها بالمسؤولية هنا يجد الإنسان الفرد نفسه مستعيد لأن يتخلى عن التزاماته الشخصية بالتالي ماذا يفعل؟ يأخذ بأحكام الناس ويتمسك معيار التوسط في الأمور يدين كل مواقف جمهور ويتخلص من ذاته ويصبح وجود زائف هنا سيكون حياتها بالنتيجة خالية من الذات ويصبح صورة من الصور المجموعة أو القطيع يتحول وجود ذاتي الشخصي إلى وجود عادي من الأهم لكن إذا أعرضنا أن نصل إلى مرتبة الوجود الأصلي لا بد لنا أن نعود إلى ذاتنا حتى نأخذ مسؤولية أنفسنا ومسؤولية وجودنا موجودات يعني ممكن أن الإنسان بسهولة يتحرك من ذاته لكن هذه الإمكانية تقضي على شعورنا بذواتنا وإذا قضت على شعورنا بذواتنا بالتالي لا يمكننا أن ندرك معنا وجودنا لهذا السبب لابد للإنسان أن يجد نفسه متورط أو مضطر لمواجهة هذا السيارة واحدة من السيارات إما أن يخترب عن ذاته وينحدر إلى مستوى الأشياء ويتنازل عن الوجود الحقيقي الأصيب وأما أن يتمسك بذاته ويلتزم بالحرية والمسؤولية ويتسامى إلى مستوى الوجود الأصيب هنا هايجر يقول أن الذي يجعل الإنسان يطلع من حالة الاختراب والوجود الزائف هو أن يعود إلى ذاته باعتباره ماذا؟ باعتباره كائن رمي أو قلف به في هذا العالم دون أن يختار أن يكون جزء من هذا العالم ما يقدر يسيطر عليه شعور بالقطيع والأزلة يعني حتى إنسان يتخلص من حالة الاختراب ووجود الزائف لازم يعود إلى ذاته باعتباره كائن قلف به في هذا العالم بدون إرادته بحيث يسيطر عليه شعور بالقطيع والأزلة لأن هذا الشعور هو عمق تعبير عن طبيعته لكن هذه العودة ما تتم إلا بعد أن يقوم بعملية اختيار وبها عزم وتصميم على رفض أي شيء يجعله يتشيئ أو يتحول لها شيء من الأشياء ويتخلص عن ذاته الأصيلة ما هي دلالة حقيقة من التبني الذات هذه الذات الأصيلة هي الدلالة وهي الوعي لأن نكون واعين على وجودنا ولأن الوعي هو مظهر منه مظاهر التعقل هو دعوة حافظ للإنسان يجعله يتوقف عن أن ينطوئ تحت تأثير الحياة العادية أو يتورط بالسفاصف والفرثرات وأشياء التي لا تهمها بالتالي يستحيل مثلا أن نفسر تفسير الوعي تهيجر طبعا عن طريق علوم الحياة فهذه الأشياء تجعل الإنسان شيء من الأشياء فأيضا يستحيل تفسير الوعي عن طريق الأيام فهذه أيضا تصادر الوعي تجعل صوت صادر عن قوة غريبة عن الإنسان من هنا التفسير الوعي للوعي يكون من أين في القلق ليس في الله ولا في الأشياء التعبير الحقيقي والتفسير الوعي للوعي هو في القلق لأن المتواجد الوعي الذي سبقت كما قلنا وألقي به في لجهة التخاذر والحجر يبدأ طلقه أين وين شغل بالكيفية اللي يمكن بها أن يشكل وجوده واستدعاء الوعي هذا ما رح يترجم بما يمكن أن ينتقل بشكل كلام لأن الوعي هنا ينتج هوين عبر المظهر الطلق والصامت بنفس الوقت إلى الكشف عما وقع الإنسان فيه من خطأ وضع يعني هو يعي ما هو عليه من الأخطاء لكنه بالنتيجة هو يعي وجوده إنها قضية الأساسية قلنا قبلها أنه لا بأس أنه يخطأ لأنه جزء من عملية وجود لكن عندما يخطأ فهذا أيضا ليس مشكلة لكن المهم هو يعي خطأ هنا نصل إلى فقرة مهمة جدا دائما أنه القلق من العقل أو مسألة هم هذا العلم ما يتحدث عن القلق فهو ما يتحدث عن مفهوم عقلي أو التصور منه هو يتحدث بالعكس عن خبرة معاشة وعاطفة وجودية هذه العاطفة والخبرة هي اللي تكشف لنا عن نسيج وجودنا من تناهي وهي اللي يخلينا نقف وجه لوجه العدم الأصلي الكامل وراء وجودنا القلق بالتالي هو أسلوب في الوجود أسلوب خاص في الوجود هذا ما يتضح للموجود البشر إلا عندما نشعر بعدم جدوى المواضيع أو القضايا الدنيوية وعندما نشعر بتفاهة الأشياء الموجودة في هذا العالم وأن نشعر باتسام كل ما هو موجود في وجود الموضوعي مكتسي بصبغة العدم أو اللا وجود من هنا القلق يفصلنا على العالم الأشياء والأدوات لماذا؟ حتى يردنا لعالم الواقع وعالم الذات فإذا كان من شأن القلق أن يعين الموجود البشري أن يعين الموجود البشري على فهم ذاته بطريقة صحيحة أصيلة فهذا فقط لأن القلق هو اللي يرجع الإنسان لإمكانية وجوده بشكل حر أي وجوده الأصيل الخالي من التشيؤات يتحول إلى شيء عدمي أو لا قيمة له القلق من هنا يصبح تجربة وجودية تكشف للذات عن حقيقة وجودها في هذا العالم بأي صفة بأتبارها ذات فريدة بأتبارها ذات يونيك منفردة مو منفردة عن الوجود لا متفردة ولا بد لها هذا لهذا الذات أن تفصل في وجودها بمحض حريته لا بد لها أيضا أن تحقق إمكانيات الخاصة دون أن تعتمد على أي موجود آخر هنا ستصبح لدينا مشكلة الارتباط لتناقش القلق ستصبح لدينا ارتباط مثيق للتحليل هاجر لمفهوم السقوية فماذا يحدث في السقوة؟ حسب رأيها يجب أن الموجود البشري يهرب من ذاته لأنه عندما يفقد نفسه في وجود غير عصير أو وجود زائف فهو يهرب من ذاته بالحقيقة الشغال بشغل عالم الأشياء هو اللي يسميه الاهتمام أو الغماس بالحياة اليومية مع الآخرين هذا اللي يسميه الهم يعني أكو عندنا هم وكو اهتمام لكن الشغال بعالم الأشياء الاهتمام الغماس بالحياة اليومية مع الآخرين يسميه الهم هنا استخدم هاجر تعبير السقوة كنوع من أنواع المجاز حتى يعبر عن الوضع الواقع للإنسان وهذا الوضع ما هو؟ هذا الوضع هو اللي يجعله عرضه للسقوة تحت تأثير الاهتمام والهم ووضح له ما هو؟ من هنا الإنسان مرمي أو ملقى به في الوجود وكل فرق قد رمي أو ألقي به في موقف وجودي معين خاص به وهذا يعني كل إنسان هو مرمي بوجود معين خاص به ومرمي بطريقة ما هذا الموقف به نوع من تشابه نوع من أنواع رمي الزهر أو زهر النرد أو النرد أشبال مقامرة أنت ألقي الزهر النرد مالتك وهذا الشي يطلع لك وهذا يطلع لكن لا ينتهي الأمر هنا فمثلما يطلع الرقم يطلع رقم ثلاثة أو ستة أو خمسة بالنفس الطريقة قد يوجد الإنسان من الوجود أمريكي أو أبيض أو أسود أو غبي أو ذكي غني محروم سيء الخلق قاتل مجرم طيب كاهن متدين فمثلما يطلع العيشة ممكن ومثلما لا يوجد أي سبب معروف مثلما تكون رمية النرد هذه على هذه الطريقة لا يوجد أي سبب أن يجد الإنسان على هذا أنه أوضاء مسألة مفتوحة وعليه فسواء كنا نفكر بالجنس البشري أو في الموجودات البشرية فرادة كأفراد وفي الجنس البشري بشكل عام فإن الممكنات البشرية دائما توجد في الواقع أو في إطار الواقع ويمكن لهذا الإطار بالطبع أن يختلف بشكل واضح جدا فبعض الأحيان نرى إطار راسع كبير جدا يسمح بمجالات متعددة للاختيار وفي حالات أخرى يصبح ضيق جدا يجعل هذا الإطار خانق ولا يكاد يسمح لأي إنسان فرد أن يأخذ حريكة لكن هذا الإطار الواقعي هو بكل الأحوال موجود سواء ضيق كبير صغير واسع فسيع هو موجود دائما وهو أيضا باستمرار بجميع الأحوال يعمل طابق التهديد المساوي وطابق الأحباب والهم بالتالي ما ممكن لأي إنسان أو موجود بشري أن يتخلص من الصراع بين الإمكان والواقعية فالإنسان من ناحية هو وجود متفتح يريد أن يحقق ذاته أو إمكاناته ومن ناحية أخرى منغلق عن طريق الموقف الواقعي الذي يجد نفسه مرمي أو مقذوف أو بداخله بالفهم الفهم من هنا والخيال يفتحان أمامنا مجال الإمكان لكن المشاعر هي التي تكشف لنا الموقف المحدود والمتاح فعلا وبالتالي سنظل العالي من هذا التوتر بأشكال مختلفة هنا يقدم لنا تمييز بين الضمير العام والضمير الحقيقي الضمير العام يأكس ببساطة الأشياء المقبولة بين الناس أما الصح والخطاء والحق والباطل هذه الكلمات الأمة أما الضمير الحقيقي الضمير الذي يصدر عن مستوى العامير فهذا هو الذي خلصنا من حالة السقوط لأن هذا ماذا يفعل؟ يستجع إذاة الموجود البشري إذا تعرضت للضياء في قضايا الهم والاهتمام هذا المستوى العامي هو الذي يجعلنا نتبه على كيف نتخلص من الهم والاهتمام وبالتالي لا يستطيع الموجود البشري طبعا أن يتخلص من تأثير الضمير العام إلا في حالة أنه إذا توقف عن نصغاء إلى صوته عند تلك اللحظة سيستمع على صوت الضمير الحي الذي جاء من عماق وجود الإنسان ذاته لأن هذا الصوت الضمير الحي الذي يأتي من الداخل هو صوت الذات الأفصيلة هذه الذات التي تكافح حتى تولد من جديد تتجاوز الاهتمام الملهم وتولد من جديد هذا الصوت الذي سيتوجه للذات الساقطة حتى يجعلها هي التي تتحكم بالاهتمام والهم بعد أن كانت فريسة للاهتمام والهم يعني قدت لكم الاهتمام هو عالم الأشياء والهم هو الانغماص بالحياة اليومية للناس فهذا الاثنين عندما لحظة السقوط يتخلص منها كيف؟ عندما يستمع للصوت الضمير الحقيقي ليس الصوت العادي أو ضمن الواقع هنا سيختلف الهروب أو هروب من حالة السقوط اختلاف تام عن الهروب بسبب الخوف لأن الخوف دائما هو من شيء محدد داخل العالم لكن الفرار اللي يقصد بهيجر هو فرار يعني فرار الإنسان من ذاته هذا الهروب أو الفرار هو اللي ما يقدر ألا القلق أن يوقف عند حده لهذا السقوط وهذا اللي رح يعيد الإنسان إلى ذاته ووجوده للأسل يعني الفرار المرتبط تسقوط يختلف اختلاف تام عن الفرار وهو نتيجة خوف لماذا؟ لأن الخوف هو دائما شيء موجود داخل العالم لكن الفرار اللي يقصد بهيجر هو فرار الإنسان من ذاته وهذا الفرار الذي لا يستطيع إلا القلق أن يضع له حدا وهذا هو اللي يقصد الإنسان إلى ذاته وإلا وجود رأسه بحالة القلق عادة أنت من أشياء الموجودة في العالم إلى أن تذبل وتتلاشى وعندها يدرك الإنسان أو الموجود البشري أنه ما ممكن أن يجد نفسه في العالم فماذا يفعل؟ يرتد إلى نفسه وإلى حريته وإمكاناته وبالمناسبة القلقي يضع الإنسان وجه الوجه أمام موجوده فقط ما يضعه وكيف؟ حتى من أجل ماذا؟ من أجل وجود الأرصيل؟ هنا نستطيع مثلا أثناء وجودنا اليوم بالعالم في وجود ووجودنا مع الآخرين أن نخفف من وطأ الحياة والواقع على أنفسنا ونهرب من درامية أو تراجدية البشري لكن القلق ما لا يفعله هو الذي يقذف بنا خارج هذا الأمام المزيف هو الذي يجعلنا نشعر بالاضطراب وأننا لا نقيم في بيتنا هناك كلمة بيتنا مجاسية من هنا القلق دائما هو ينال استحسان ورضى هايجر لماذا؟ لأنه كما قلنا لأنه هو الذي يقضنا من أوهامنا ومن أماننا الزعف هو الذي يحث الفرد حتى يواجه نفسه وإذعاته ويكتشف ذاته ويواجه مسؤوليته هو الذي يدعوه لأنه يدرك وجود الأرصين بل درجة أنه هايجر يصف الخلق بأنه ظاهرة نادرة بالتجربة الشديدة لأنه دائما يقول هذا القلق لتعرض الإخمار ولماذا؟ لأنه دائما نهرب من أنفسنا بطريقة مراورة وهذا الهروب هو الذي يميز حالة السقوط نجب أن نتخلص من حالة السقوط وندرك هذه الحالة حتى حتى نكتشف ذاتنا الأصيرة عبر القلق الوجود الخالص وهذا القلق بالمناسبة وناثر عند الناس لكنه مهم جدا أنه تعرض الإنسان له هو الذي يمتشه من السقوط ويرتقى إلى الوجود الأصير القلق أدهايجر هنا يعني الخوف من الوجود بصرعة عامة وبنون تحديد القلق هنا يعني هو عندما نشعر بالقلق ما معناه أن نشعر بالقلق معناه أن نشعر بوجودنا في العالم بما هو كذا عرف من هنا لا نستطيع أن نعرف لماذا نقلق ليس بسهولة ولا نستطيع أن نشعر إلى شيء محدد كثير من أدنى يصاب لا يوجد واحد من أدنى كبشر فموجودات بشرية ما أحيانا يصيب طلق لكن ما يعرف من شيء هو هذا المطلق من الوجود في العالم لماذا؟ لأنه لا تستطيع أن تمشك بالشيء لأنك متواعد مع الوجود نفسي متعد به فلا تستطيع أن تخرج من الوجود وباللبط ذاتك هي متحدة ومتشابكة مع الوجود أو العالم فلا تستطيع أن تخرج حتى تعرف ماذا حدث بحالات مثلا عندما تكون مريض عندما تصاب بجرح أو شيء أنت تشعر ذاتك واضح لكن عندما تصاب بالقلق هذا دلال على وجودك الأصيل في الوجود فهو هنا يقول نحن لا نعرف ماذا نطلق ولا نستطيع أن نشير إلى شيء محدد لأن ما يجعل القناة إنشاء هو لا شيء وهو عدم لا يوجد في مكان هنا استبط بالقناة بالعدم أو لا تعين فبالتالي يصبح الوجود العام بهذه الطريقة هو العدم نفسه فكرة العدم فكرة العدم وضحنا بأننا كائنات متناحية يعني أن حدودنا المعروفة وليس كائنات لا متناحية لأن هذه الفكرة هي التي تحدد نوع وجودنا وعدمها بعد ذلك فنحن لا بد أن نعرف لأننا كائنات متناحية ومنتهي لأخر لحظة من لحظات وجودنا والتي هي لحظة الموت فمن هنا فمن فكرة العدم هي التي توضحنا أن استعداد الموت وتوقعنا إلى من هنا حيث عبر هذا سندرك ندرك ندرك ذاتنا على أنها ذات عدمية أو هي عدم لماذا؟ لأن العدم ليس شيء منفصل على وجودنا لأنه مرافق الوجود وبعد وجود هنا العدم لا يقود شيء مقولة فلسفية أو منطقية بل هي مقولة وجودية عملية السلب المنطقي ليست أساس العدم بل بالعكس أن العدم يعتبر نوعا من أنواع الوجود يعني هو الوجود ليس عدم شيء واحد هو من شفكة العدم نفسه حتى نوضح الألاقة بين إنسان وبين عدم سنقسمها إلى ثلاث نقاب أولا إنسان لا أساس له لماذا؟ لأنه يصدر أو يصدر عن هو أو هاوية عميقة لا قرار لها هي هوة العدم ثانيا أن الإنسان موجود في حال ذاته لماذا حتى يموت حتى بعد ذلك يذهب إلى العدم ويعيش بالتالي من اللحظة الأولى لحياته بمتضار هذا المصير ثالثا أن الإنسان نهايته الموت وهي بدورها أحدى مهاوي العدم يعني واحدة من هاوية واحدة من هاوية واحدة من هاوية عدم هاوية هذا الموت عليه العدم يحيط الإنسان من كل اتجاهه وكل مكان وأيضا بأن وجود أي كان هو وجود مستمد من العدم وصائر إليه أو متقدم نحوه يعني ما أول ما قال هايجر أن العدم موجود لكن هو قال تجنب هذا الموضوع قال أن العدم يجروا إلى العدم وهذه عبارة مشهورة دائما اللحكوا عليها الجماعة الموضوعية الموضوعية في زمن هايجر قالوا أن العدم يجر إلى العدم يعني هو العدم موجود فالسفرة من هذه المسألة بشكل ممكن مراجعة هذه المصدر على الكتاب The Question of Being مارثم هايجر صفحة 22 هنا سنصل إلى فقرة ما قبل الأخيرة وهي أن الحياة من أجل الموت وهذا يقول أن هايجر يقول أن الإنسان مهدد الموت في كل لحظة من لحظات حياته وأن لم نقل إذا هو من لحظة الأولى لولادته فهذا الموت ليس هو يطلع بآخر لحظة من لحظات حياته لأنها واقعة موجودة دائما في كل لحظة ما هذا؟ أن الموت لا ينفصل على الحياة الإنسان ما دامت الحياة هي نفس اندفاء نحو المستقبل الذي يعمل دائما وداخل فرص الموت من هنا أيضا الموت هو مجرد فكرة عن الخاتمة أو النهاية ليس مجرد فكرة تعبر عن الخاتمة أو النهاية بل هو إمكانية نعيشت وهي التي تعبر عن فعل التناحية أو الانتهاء أهمية هذا الموت لا تلقصر بالنسبة للإنسان في أنه يظهره على أن نهايته حاضرة بمعنى من معاني حتى قبل لحظة الموت أو حانة ساعة الموت إنما هذه الأهمية القصر أيضا في أنه يضعه أمام وجود الخاص وجها لوجه بأكبارة ذات لا يمكن أن يوجد بديل إنها أو ذات لا يمكن أي شخص آخر أن يتولون مسؤولية وجودها تقبلنا للموت ومجرد انتظار فقط مستمر للحظة النهاية بل هو بالعكس مواجهة شخصية مستمرة وتعاش يوميا لهذا العدم وهو هذا اللي ينطي معنى على وجودنا ويطي الطابع العام بهذا الطابع الحاسم عليها ليس من الشأن أن نفكر بالموت هذا ليس معنى أنه يعني معنى أنه واحد ينتزل الإنسان من تفاعة الحياة المبتذلة فقط إنما أيضا ينتزل ذات أو يعين الذات على تفاهم حقيقة وجوده بأتباره أن ذات فريدة يعني لا يقول أن هذا الحساس سيؤدي إلى أن نعيش التفاعة الحياة فقط لا بإمكاننا أن نطلع من هذا الحساس وأي ذاتنا على أن نعتبر هذه ذات فريدة تحيا وتموت بموقرتها فلا يمكن بالتالي لأي كان يحل محلها أو يموت بدلا عنها الحياة من أجل الموت هي الشرط وجود الإنسان وشرط من وجود هذه الذات البشرية هذه الذات اللي دائما تحاول أن تبحث عن حقيقتها ووجودها الأصيل ما عليك؟ تعبد الذات أو أن تقتل عذاتها أو نفسها من الحياة اليومية التافية وتدرك نفسها على أساس أنها يصنيمها موجودة من أجل الموت يعني الغماس في الحياة الأمية هو الغالي الموت أو تشبه بسامكة في الماء يعني ضايع مع الآخرين لكن العجود الأصيل يطلب العكس الإحساس الموت هنا يصبح إحساس إيجابي وليس إحساس سمي بالمعنى العميق وليس بالمعنى الحقيقي أو الوجود التفسير الوجود للواقع الإنساني باعتبار وجود الموت هو الذي يسمح فقط للذات ببلوغ الوجود الأصيل لماذا؟ لأن الموت يأتي دائما على موت الفرد نفسه القلق الذي يأتي عن طريق هذا الموت هو الذي يجعله يشعر بالفرد إلى أقصى درجة ممكن هو الذي ينتز عن الحياة اليومية وعدم شعوره بالذات حياة يومية تسلب من إنسان حقه أو قدرته على أن يشعر بالذاته من هنا يصبح القلق من الموت هو صورة مميزة لوجود الحقيقي للذات ماذا أرى هايجر؟ هايجر يقول أن الإنسان في جوهره هو وجود من أجل الموت وإذا لم يدرك الإنسان هذه الحقيقة فهو لم يدرك نفسه هذا هو السبب الذي يدفع الإنسان إلى الخوف من أن يعيش حياة الحقيقية لماذا؟ لأن هذه الحياة هي حياة من أجل الموت لأنه يخاف الوقوف وجه الموت فماذا يفعل؟ يتجه للبحث عن ملجأ في الحياة الحقيقية وهو هذا نمط للوجود يخترى من الصنفي عن وجود الأصلي يعني سواء يسير متدين أو ينخلط للجماعة أو يعني يضيع مع الآخرين ويتحول إلى شيء من الأشياء أو يصبح كان منظور للآخرين للحياة اليومية التافذة في وهي الأمر الآن يكون بالتاليق أداء يعني أداء ميد الآخرين أو يتحول إلى أداء ممكن تشيع أو يتشيع هذا الموضوع الآن يقول هذا يجب أن الإنسان دائما مهما ظهر موجود فهو لا يبلغ كماله على الأطلاق لماذا؟ لأن وجوده ينطوي على نقص مستمع الموت هو واحد الذي يجعله يصبح تاملا شاهدوا المفارقة هذا الموت هو واحد الذي يجعل الإنسان تاملا وحياته كلها نقص لكن لحظة الموت هو اللحظة التي يكمله ويكمل نواقصه ويضع نهايته الموت إذن هو إمكانية خاصة بالوجود وهذه الإمكانية هي الأكثر خصوصية والأكثر صعوبة على الاشتياز حياة الإنسان بالتالي هي وجود من أجل الموت كما قلنا وهو من اللحظة الأولى وجوده مهمة تحقيق هذه الصيغة للوجود حتى لا نطول الكلام المهم أن هذه الإنسان بالموت ليس معناته الوصول لهذه وجود الإنسان فقط بل معناها أنه الوصول لغاية هذا الوجود لماذا؟ لأن الموت هو القدر الذي يحمل الإنسان على كهله مجرد أن يكون أشبه بالمسيح يحمل صليبه ومعه ومعه وعلى حتى تعبير هايجر يقول لا تدب الحياة في الموجود الإنسان حتى يبلغ من العمر القدر الكافي للموت حتى نوضح يقول الموت ليس شيئا محتملا من هذا النوع فهو هايجر يميز ثلاث أنواع أو ضروب أو سماة في هذه المسألة أنه إمكانية بالغة الخصوصية لأنه خصوص فرد واحدا ثانيا أنه إمكان لا يرتبط بشيء لأن كل الألاقات جميع الوان وجود الإنسانية تنحل وتتفنى لحظة الموت ثالثا أنه إمكان لا يمكن للمرء تخطيه لماذا؟ لأنه يمثل الإمكان الأخير أو الإمكان على المنطقة وجود الإنسانية فهو هايجر مع هذا ما يقدم في هذا الفعل أو ما يقدم ما نقول يعني ما يستعد أنه يشيئ شوما حتى والله حفظ هذا التصميم ليس مهرب حتى صار إختراعه حتى لقصة الخوف من الموت إنما هو مواجهة الموت من صورة مجرد من أوهام المخاوف ويعني يقصد أن التهديئة يجب أن نهدئ الإقتراع بوجود الإنسان وهذا الفرار المستمر من الموت ليس بأمر ممكن إلا لأن التأقن من الموت هو يمشي جنبا إلى جنب مع الافتقار الإنسان حتى الوجود الأصير هنا على قضية محمد يستحذنا هو دائما نحو الموت لكنه في الوقت سيعدنا بحياة جديدة هو أشبه بوصية قديمة تقول بأن حتى يعيش الإنسان فعليه أن يموت وأنه لكي يعيش حياة حقيقية فعليه أن يدرك التناهي الجوهري للوجود يعني أنت حتى تعيش لازم تموت تدرك الموت فهي أشبه ما ممكن كيف ممكن أن تعيش إلى أن لم تدرك الموت عندك تكتشف معنى الحياة وتكتشف معنى الموت الآن أقوم بعمل تعليق أو نقد أو تقويم أو رأي حول رأي هذه الخاتمة أتحدث عنه رأيها يجر على الموت يدعي بأن الموت إذا توقعناه وقبلناه بأماله يمكن أن يصبح عامل مكمل بوجود أصل لكن هناك مشكلة أن هناك فرق كبير بالموقف الوجود بإنسان الذي يعيش دائماً هو يتوقع في كل لحظة نهايته والإنسان الذي يطرد فكرة الموت من ذهنه الحقيقة أن فلسفة الموت ليست فلسفة علمية أو واقعية وهذه من انتقادات التي تقدم لفكرة هايجر وهي حتى على مستوى النفسي ما قدمت رد مقنع أو مريق أحد النقاط يقول بأن هايجر حتى من الباراميدي سوى المفكر السابق لسفرات هذا كان مدين بأكثر من مفكر أكثر من هايجر ما هذا لم يبالي بالتحذير قال بأنه من الضروري القول والتفكير بأن الوجود موجود أو وجود غير موجود وينتهي المشكلة لكن هنا مهما كانت قيمة محاولة هايجر أن يتعامل مع الموت ومهما كانت نتائج هذا التعامل فهو بالنتيجة ماوصل إلى تفسير للوجود ولا حتى تمكن من وضع عنطولوجيا جديدة فهو بقى ملتزم بالوجود وهذا الوجود الذي دائما يبدو بالإله ميتا أو غائبا أو لا وجود له وبعيد أنه ممكن أن يصبع العدم ممكن أن يعتبر نفسه باعتباره أن أصبع العدم أشبه بالإله البديل عن إله الذي ريبه هايجر هنا من حقنا نسأل ما هي النتيجة النهائية أو المنطقية التي خلت هايجر أو التي يؤكد على وجود أو تأكيد المستمر على القلع واعتباره أن هذا القلع يرى عن التناهي الذي هو الراكس أو المتجذر في صنين موجودنا هذا التناهي هو تعبير عن وجودنا كأناس ما هي النتيجة ما هي النتيجة إنسان رح يعيش مثل هذه الحالة وفقط ينتظر الموت هل يصدق هذا الإنسان مثل أي حالة نفسية يتحمل أي مسؤولية أو أي اتزام تجاه نفسه وتجاه الأخرين أو أي موقف بشكل عام واضح إنسان يعتبر يموت لا يتحمل أي مسؤولية لا يفعل أي شيء وإذا يقلق أنا رح أموت بأي لحظة تموت والموت بالعكس هو يسير معك أو أنت جزء منه فهذا قضية يجعل الإنسان بالعكس يعطل عن الفعل ويجد نوع من صعوبة بأن يحقق وجود الأصل حسب تعبير هايجر ربما هايجر يرد على هذا الكلام ويقول بأن هناك ممكن أن تصل على القلق من الموت هو أدى المصطلح يسمي العزم القاطع لكن هم نتسأل كيف ممكن نستخدم هذا العزم إذا قررنا أنه فعلا من البداية وجودنا وجود متناهي وأننا أولا وآخرا مع الموت أهلنا سير وسنقع في هاوية الموت بالتأكيد هذا العزم القاطع الذي يسميه الذي طالب هايجر لا سيكون قاطع بل سيكون مجرد المزألة الصورية لا تصلح أن تكون قايد أو دليل في حياتنا أو تساعدنا ربما هو هايجر نفسه نستطيع أن نقول هذا كما يقول جاك شورون بكتاب الموت في فكرة العربي يقول أنه مما هايجرشان النفس سيكون هو دليل على هذه النتيجة التي تصلنا لها فهو اتخذ مواقفه بكل بساطة واتقلب مواقفه ومعروفه زعماء الناديية